مبارح وزارة التموين أعلنت عن افتتاح عدد من معارض أهلاً رمضان في خمس محافظات وكمان لسه تستكمل باقي المعارض عشان يكون الحد الأدنى في كل محافظة خمس معارض كمان هتكون نسب التخفيضات في هذه المعارض تصل لبعض السلع طبعاً لـ 30% خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المعارض من الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية صباح الخير عليك يا فاند صباح النور يا فاند صباح الخير على مصر يا أهلاً بيك افتتاحها والمستهدف وصولهم لكم معارض الفتر الجاي السيادتك عارف المحافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة اللي بتضم 19 مركز طبعاً احنا بنفتح كل مركز فيه معارض ثابت طبعاً بجانب أن فيه بعض المراكز بيتفتح فيها أكتر من معارض بجانب الهايبرات اللي بتشترك معنا فيه معارض أهلاً رمضان الزأزيق فيها معارض شغال حالياً اللي برهمية عندي فيها شغال حالياً فيها بعض المراكز يتفتح فعلاً وشغال طبعاً كالزأزيق عشان مدينة كبيرة برضو بنفتح فيها أكتر من معارض في أكتر من مكان عشان المواطن يقدر يوصل لاحتياجاته من خلال المعارض وبيبقى عليها إقبال طبعاً الناس متعودة عليها كل سنة كل سنة وحضراتكم طيبين يمكن محافظة الشرقية من محافظات اللي بدأت بدري شوية احنا شغالين من شهر عشرة فيه إعداد المعارض وتشغيله فعلاً وكان شغال فعلاً وما زال شغال وطبعاً بيعرض فيه كل السلع الغذائية الاحتياجات المواطن اللي بيلاقيها كل يوم عظيم الاحتياج طيب نفهم من كده أن احنا عندنا 19 مركز فيكون فيه 19 مارض ده حد أدنى ده حد أدنى ده بالإضافة إلى الهايبرات بتشترك معنا في أماكنها بعد الهايبرات بيشتركوا معنا في أماكنهم بيعني بيعلموا عن التخفضات للسلع بتاعتهم في أماكنهم آه بيبقوا كدبين بيبقوا كدبين في الهايبر ماركت ده كدبين جوه بالضبط كده أن ده معرض أهلاً رمضان وبيحطنا السعر قبل التخفيد والسعر بعد التخفيد علشان المواطن يعرف هل فعلاً فيه تخفيد ولا لأ طيب عظيم إزاي بنقدر نوصل لأن احنا نجيب تخفيد على هذه السلع بنجيب إزاي أنها دلوقتي ما بنعمل معرض أهلاً رمضان الغرفة التجاري بتساعدنا في أنها بتقوم والمحافظة المحافظة بتوفر المكان الغرفة بتعمل لنا تجهيزه فالعارض ما بيحتاجش ما بيتكفلش أنه يدفع فلوس مادية أنه يارد بداعت في المكان ده بجانب الإكبال الشديد على منتجه من خلال المعارض فده بيديله بيسمح لنا بهامش ربح بنوفره للمواطن عظيم جداً أنتو بتوفروله المكان اللي هيارد فيه السلع بتاعته والمكان والتجهيزات يعني بالكهربط وبكل احتياجات المكان العارض ما بيكلفش فيها حاجة وبنأثر الحلقات كمان بقى بنتعامل أكيد مع شركات كبرى ومصانع كبرى فبنأثر الحلقات شوية حضرتك بالزبط كده ده بنسبة المبيعات في المعارض بتبقى مبيعات كبيرة جداً ده أن كله بيروح على التخفيض أه طبعاً وإحنا بنحاول نوفر مكان في يكون ملتقى للمواطنين يعني بنحاول نختار مكان مميز بحيث أن الناس كلها تبقى عرفين أو بيروحوا بسهولة عظيم ده بيخلي فيه إقبال شديد على المعرض وعلى الشرف من المعارض كنت لسا أسأل حضرتك على الأماكن زي بتختار المكان اللي هتعملوا فيه معرض هل مكان يكون قريب من مواصلات مثلاً لما بنشوف مركز مثلاً فيه كسافة سكانية عالية فهل بنكتر عدد المعارض اللي موجودة في هذا المركز عشان تقدر تقدم خدماتك لكل الناس ده حقيقي فيه مركز عندي بارتو عالي غير الزقذيق بنعمل فيها أكتر من مكان للمعارض وزي ما حضرتك قلت كده إن إحنا بنحاول نختار المكان المناسب أو المواطن متواجد فيه باستمرار علشان يقدر يشوف ويعرف ويشتري ويقارن عظيم جداً الأماكن بتاعة المعارض دي سابتة مش متنقلة لا لا المعارض بيبقى ثابت مكانه ثابت حاجة اسمعها سيارات متنقلة السيارات المتنقلة غير المعارض السيارات المتنقلة دي اللي بتقدر تروح أي مكان التبع يعني المكان اللي بيبقى محتاجين فيه عربية تنزل ببضاع في المكان دو بتقدر العربية تروح محملة بالبضايع المطلوبة وبتبيع في المكان دو وبتقط مركز في المكان اللي احنا بنطلبها منه وكل يوم في مكان بحسب الاحتياج أو مكان تبع الاحتياج يعني المنطقة دي محتاجة النهاردة المنطقة التانية محتاجة بكرة وهكذا أنا عندي عشرين عرب سيارات متنقلة في محافظة الشرقية ده بجانب أنه فعلا ما بنحتاج سيارات دعم عن طريق الوزارة لمنتجات زيادة زيادة الوزارة بتبعت لنا سيارات اللي هي بتبقى كبيرة بقى بتبقى محملة بكل لحوم أسماك خضار بتبقى مواد جافة اللي هي غزائية جافة بتبقى محملة بكل البضاعة اللي احنا بنطلبها عظيم أستاذة فايزة احنا لما بننزل أي سوبر ماركت بنلاقي السلعة متوفرة لكن خلال الفترة اللي فاتت بنلاقي بعض الهايبر ماركت كبيرة بتحط كده إرشادات أو ورق بيقول إيه إن كل مواطن ياخد قطع واحدة أو قطعتين ما فيش داعي للتخزين ما فيش داعي للناس تتكالب على شراء السلعة والتخزين عندها في البيت هل بنتبع نفس السياسة في المعرب بدعتنا بحيث إن احنا نقدر نفيد كل المواطنين في المنطقة دا حقيقي إحنا فيه عندنا تعلمات إحنا بنقول لهم ما تدي يعني مش مواطن هياخد كل كمية مواطن تاني يجي يسأل على الحاجة ما يلاقهاش إحنا بنقول كل مواطن ياخد احتياجه وهي موجودة كل يوم أول ما تخلص احتياجك تعال أخذ تاني وتالت ورابع علشان لإن حتة الإقبال الشديد على الشراء وإن أشتري كميات بدون احتياج هو دا اللي بيعمل أزمات صحيح لكن أنا لما أشتري احتياجي ولما يخلص احتياجي دا بكرة ولا بعد أروح ألاقي الحاجة موجودة دي حاجة كويسة للمواطن وللأسعار بتثبت شوي لكن لما بيبقى فيه إقبال شديد بتبصوا تلاقي السوق بيخلق بيعلى السعر بيعلى صحيح لإن السلع مش موجودة السلع بتختفي وهكذا طيب النسب الخصم دي هل هي ثابتة على كل السلع؟ لا 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 مش ثابتة طبعا على كل السلع النسب الخصم بتتروح من سلع لأخرى عظيم من سلع لسلع لكنها بتصل في النهاية لتلاتين في المية على بعض السلع أنا عندي مثلا عندي السكر في تخفيض عندي الرز بنبيعه بخمستاشر جنيه الحمد لله رز جميل جدا معبأ عندنا في عندي سكر في الشركة العامة طب معلش بس وحنا بنتكلم عن الرز يا أستاذة فايزة رأيي الناس ايه في الرز؟ بسيطين جدا الحمد لله احنا محافظة الشرقية من المحافظات المنتجة للرز احنا بنود المحافظات الأخرى اللي مش منتجة كمان الحمد لله في اقبال على رز الشرقية من أجود أنواع الأرز الموجودة الرز الشرقية بشاهدة الناس والله والمواطنين هم اللي بيشاهدوا بالكلام ده طيب ايه تاني من السلع موجودة في هذه المعارض؟ عندي لحوم عندي لحم موجود بمية واربعين جنيه آآ سوداني عندي آآ لحوم بلدية آآ عندي آآ لحوم مجمدة آآ عندي آآ زيت آآ طبعا الزيت آآ أسعاره بتتراوح من آآ من نوع لنوع آآ عندنا دقيق لكن عليه تخفيضات برضو؟ أعتقد أن كل المنتجات موجودة مش أعتقد يعني هي فعلا موجودة طيب عظيم جدا على الجانب الآخر ده أنا عايز أقول كمان في أسماك في أسماك كمان آآ متوفرة كل يوم هي واللحوم والحاجات دي كلها موجودة والدواجن كمان طيب عظيم على الجانب الآخر عايزين نتطمن بقى على حملات التموين لمتبت السوق بشكل عام وفي حد محتكر سلعة مستمرة شغالين عليها آآ طبعا كان فيه عدينا مهلة لبعض للمحلات التجارية أو البقالين أو الليكشات اللي مش معلق قيمة أسعار يعلق قيمة أسعار طبعا نديناهم فرصة 15 يوم بعد كده إحنا دلوقتي الشغالين بنمر على المحلات دي هل أنت بعلق ولا لأ هل متجاوز السعر ولا لأ في مخالفات ولا لأ وطبعا كان فيه تكليف من معالي الوزير إن احنا نعمل لجان مشكلة أو حملات مشكلة من التموين وجهاز حماية المستهلك ومبحث التموين وسلامة الغذاء طبعا وفي بعض الحملات بنشترك معنا طبعا بنشترك معنا الصحة علشان برضو صلاحية بعض الأغذية شغالين إن شاء الله طيب ما عليش عايز أرجع بس المقطة أخيرة كده في المعارض في بعض الناس بتشكك في صحة المنتجات الموجودة في هذه المعارض لا ما هذه متابعة يومية تمام المعرض يمكن احنا مخصصها لكل معرض مفتش تمويني علشان يشوفوا الموضوع ده يتابع المعرض يتابع السلعة اللي بتقل فيه يتابع المدى بتتعامله إزاي طيب لو فيه سلعة قلت مثلا بتتعامله إزاي بنطلب دعم وبنتينج يعني أنا مثلا انتصلوا بيه أول إمبارة قالولي الرز بدأ يخلص كان الرز عندهم في نفس اليوم بارح عظيم أكد من إن الكميات هي هي نفس الكميات اللي موجودة بره بنتأكد من الجودة الإنتاج يكون حديث كل الكلام ده بالطبيع والأسعار وعشان يتأكد إن السعر مستمر معاه ما تجوزهوش أو بعد شوية غلة أو كده يعني لازم يلتزم بالجودة والأسعار عظيم كل الشكر لك يا فندم شكرا لك يا فندم شكرا لك يا فندم كل سنة لحضرتك وطيبين وحضرتك طيبة وبخير دايما وكيل وزارة التموين بالشرقية شكرا جزيلا لحضرتك